لو احنا وفرنا بس واحد في المية هنبقى ببالاش لو وفرنا عشرة في المية وهي اقل ما يذكر هنجد ان احنا هنعوض تكلفتها واجراءاتها في اقل من سبع سنوات تبقى كلها تم وبالتالي تم اعتماد ذلك وبمشاركة القطاع الخاص المخزن الواحد بيتكلفه كل مخزن مش مخزن يعني مخزن مخزن على عشرة فدان لما بتكلم على مجمع مخزن عشرة فدان فيه موجود فيه اماكن تبريد فيه اماكن تجميد فيه اماكن جافة فيه اماكن لدرجات حرارة معينة وانضباط معين وكل ده مميكن بحيث ان احنا وحزبين الحجوم والمساحات المطلوبة من كل صنف من دول بناء على التفنية السلعية اللي عندنا سواء تشتغل فراخ قد ايه لحمة قد ايه خضار قد ايه سمك قد ايه او كذلك بقية السلع الجاف هذه المستودعات طبعا كل واحد على عشرة فدان وبالتالي احنا بنتكلم في مليون وثلاثة من عشرة متر مربع للمباني وتوزيحهم زي ما قلت التوزيح الجغرافي حتى يمكن الحفاظ على السلع التامونية وتقصير انا عارف ان احنا متأخرين بس اعتول بس ستطويلة واحدة امازون ما بقاش امازون اللي احنا بنشتري بينه من العالم ده الا بالمخازن واللوجستيات من سنتين اتنين ما كانش عنده منتجاته فلابد ان احنا نأخذ بالاسباب وما ينفعش ان انا اطلع اخزن في المصنع وبعدين اطلع من المصنع اخزن في حتة وبعدين بعد كده انقل من الحتة دي اودي على المركز او الحي وبعدين المركز او الحي يجي البقال ياخد تكلفة النقل النهاردة مع زيادة الطاقة وزيادة القدع الغيار وزيادة كذا كل تلات تشهر مقاولين النقل بيجوا عشان نغلي فية النقل لسبب بقى يمثل من 15% ل 20% من قيمة السلح انا بكلم كلام يعني علمي مصبت مش بتكلم حاجات عشان نقولها كده فالنهاردة بقى اللي عايز يكسب يقلل مراحل التداول ويقلل فالمخزن هنا الاوامر بتجيله بيعمل لها تحضير بتتنقل مرة واحدة للبقال او لجمعيتي او لمنفذ المجمعات ما ينفعش نقعد التداول اللي كان موجود بضيع السلح وانتم تعلموا جيدا نشتكي بعد ذلك من جودة السلح او الكيس مقطوع او الكيس نقص وزنه او الحاجات اللي احنا كلنا عايشينها مع بعض